المنتخب المغربي دان غدي واجهة كرواتيا الآن الحديث بالأساس على بعض الغيابات اللي ربما تكون بداعي الإصابة المنتخب المغربي ربما لن يكون مكتمل الصفوف وإن كان يعني اللاعبين قطع الغيار متوفرة لدى الناخب المغربي وليد الرقراكي أكيد كما قلت سي فؤاد الحمد لله لائحة في 26 اللاعب وربما احتب بعض اللاعبين كان وقع ليهم النقاش لما التحقش فريق الوطالي المغربي هذا يعني على أننا كما قلت قطع الغيار موجودة والبدائي الكينين الآن اللي يهم الدرجة اللولى هي المجموعة اللي يمكنها تكون تلعب هذه المقابلة لأن لتلعب مع كرواتيا يخص تكون كمجموعة قوية ماشية فقط كفرديات وبالتالي فالغيار بتعبد العناصر كينين اللي يكونوا مؤترين بواحد درجة كبيرة ولكن يكونوا فريق من الفروق كل العالمية أربعة خمسة اللاعبين ولكن بعد اللاعبين كيمكن لهم غابوا كين البدائل ديالهم إذن أنا لكي همني في هذه المقابلة اللولى والفريق المواطن المغربي القمة تحت تركيز دياله اللي غادي تكون في هذه المقابلة الجاهزية لأنه كان عفوئي مقابلة من المقابلات كيمكن الفريق يوصلوا واحد النهار ويكون على الأتم الجاهزية واللي كانت منه طبعا الكرواتي أنه ميجي ويكون ماشي بذلك الجاهزية اللي يكون منتظرة وبالتالي فليكل مقابلات معطيات دياله ولكن أحسن معطيات منسبة الفرق الواطن المغربي والذيك المجموعة اللي غادي تدخل أنها تكون مجموعة اللي عارفة أنها عنده واحد تحدي كبير وكان مجموعة عارفة رأسا أنها باشي ممكن تنتصر على كرواتي وتحقق نتيجة إيجابية فضروري من المساندة طيلة 90 دقيقة أو تركيز تام